يواصل صندوق صيانة الطرق والجسور بعدا التمويل والإشراف على أعمال مشروع صيانة الخط الرئيس في مديرية المنصورة خط التقنية بئر أحمد المرحلة الأولى وأوضح مدير المشروع المهندس شوقي حسن استمرارية الأعمال في المشروع لإنجازه في فترته الزمنية المحددة ويعادة فتحه أمام حركة المرور وأكدا أن الأعمال القائمة التي أشهدها الموقع تجري وفق توجهات وزارة الأشغال العامة وصندوق صيانة الطرق والجسور